اهلا يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حياة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا خصوصا احنا خلاص بقينا في فصل الشتة هنتكلم عن اسرار العناية بالبشرة في الشتة هقولك على حبة اسرار او خطوات لو عملتيها هتحافظي على جمال بشرتك طول الشتة لان طبعا احنا عارفين مع الشتة والبرد الشديد جدا بنعاني كلنا من جفاف البشرة وممكن كمان يوصل الموضوع لتشققات علشان كده لازم نعمل روتين للبشرة مهم جدا حتى لو انتي اهملت شوية في الصيف فمش مفيش مشكلة كبيرة لكن لو انتي في الشتة واهملت الموضوع هيوصل معاك لتشققات في الجلد عشد كده النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن روتين سهل وغير مكلف ومش هنحتاج ان احنا نشتري اي منتجات هنعمل حاجات كلها من البيت ومش هتكلفي نفسك خالص يلا بينا نبدأ اهم سر معانا يا بنات النهاردة هو انك متنميش ابدا بالميكوب لازم تشيلي الميكوب قبل ما تنامي لازم يكون عندك مزيل للميكوب ويكون حاجة طبيعية عشان ما نقزيش بشرتنا لان الحاجات التجارية كلها كحول وكلها كيميكالز واسهل حاجة خالص انك تستعملي زيت الزتون او تستعملي زيت اللوز مع مية الورد تعملي خلطة كده من زيت اللوز ومية الورد وبقطنة كده تمسحي الميكوب بتاعك قبل النوم بعد كده بتيجي خطوة الغسول لازم تستعملي الغسول المناسب لنوع بشرتك وطبعا يكون حاجة طبيعية لو انت ما عنديكيش انا عندي في القناة هسيب لك اللينك في صندوق الوصف بعد كده بتحطي التونر والتونر ده مهم جدا عشان يضيق معانا المسام واسهل حاجة هي مية الورد او مية العشاب وطبعا ما تنسيش تعملي تقشير لبشرتك مرة في الأسبوع ياريت يكون حاجة فيها كريمي علشان احنا دوقتي في فصل الشتة عايزين ترتيب افضل حاجة انا جربتها بس يعني ممكن البعض يستقربها هو الرملة الرملة لما اكيد طبعا كتير مننا بيروح البحر في الصيف انا عن نفسي احتفظت كده بالب ملينا رملة بس تعمل معلقة كده على اي كريم مرتب فعلا بتخلي جسمك حرير ما كان عندكيش رملة ممكن اشري اللوز ممكن تطحنيه ويبقى ناعم او ممكن كمان تستعملي الترمس المهم اي حاجة فيها ترتيب لو انت ما عندكيش حاجة من الحاجات دي خالص ممكن تستعملي السكر مع زيت الزتون مع البن اللي هو القهوة كمان ما تنسيش الترتيب وده اهم حاجة ممكن تستعملي جل السبر وده اسهل حاجة وممكن كمان تستعملي الفزلين وعليه جل السرين كمرطب قوي جدا للجسم خصوصا لو انت من اصحاب البشرة الجفة صدقوني يا بنات الموضوع الفزلين جل السرين ده بيخلي الجسم ده حرير انا مجربالي سنين يعني مش بقولك حاجة انا مش عارفاها لا انا مجربالي سنين فعلا بتخلي الجسم طري وناعم وجميل وتقدري تحط عليه نقطتين كده اي زيت ورد الزيت الورد بيزاد بيفتح وكمان هديكي ريحة وحتبقي فواحة كده في بيتك وايه تبقي امر ده بالنسبة للجسم نسيت اقول كمان على تأشير الجسم عندي هنا في القناة كريم تأشير الفواكه اللي هو بيفيتامين سي طحفة طحفة يا بنات الحلوة قوي للجسم احسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عايزين ندخل في النقطة اللي بعد كده وهو ترتيب الشفايف ما ننساش نرتب شفايفنا افضل ترتيب يا بنات انا جربته كان الفزلين للشفايف فزيع فعلا بيرطب جدا جدا بيحمل من التشقوقات وكمان بيفتح الشفايف يعني عن تجربة لو شفايفك غمقة لو حطيتي كل يوم قبل ما تنامي الفزلين مع الوقت شفايفك بتفتح يعني ده عن تجربة شخصية طبعا ما تنسيش ان كنتي لو ان كنتي لازم تعملي تأشير للشفايف ده مهم جدا يعني اسهل حاجة ممكن تجيبي سكر على زيت الزيتون وانا عندي هنا في القناة طريقة عمل المقشرات والعناية بالشفايف هيا باسيب لكم اللينكات دي في صندوق الوصفة تقدري كمان تستعملي خلطة الزيوت لترتيب الجسم ولو مرة في الأسبوع ويكون ويفضل طبعا بعد الشاور من مرة لمرتين افضل خلطة لتنعم بقى الجسم كده وترتيبه ويخلي كده ناعم وما فيش اي جفاف خالص هي خلطة دور الشمس مع زيت اللمون هتحطي ست معاهل من زيت دور الشمس عليها مثلا ثلاث قطرات كده من زيت اللمون وكم قطرة كده من زيت اللفندر هيديك تطرية للجسم فضيع ما ننساش طبعا شرب المياه ده مهم جدا جدا عشان جفاف الجسم ونهتم ان احنا ناكل فاكهة وخضار كتير خصوصا طبق السلطة مهم جدا لازم زيت زتون وخلي التفاح على طبق السلطة مهم جدا جدا للجسم كمان ما ننساش ناخد فيتامينات للبشرة لو انت عندك مشاكل عندك انيميا حللي واخدي فيتاميناتك اهم فيتامينات للبشرة بيبقى فيتامين اي والف وكمان فيتامين بي وفيتامين دي لو عندك تساكت في الشعر هتغضي فيتامين الزينك ما تنسيش طبعا تتلعي قبل ما تتلعي خالص من البيت تحطي سامبلوك علشان ده يحميكي من اشعة الشمس عشان ميسببش جفاف وتجعيد بدري لو انت ما عندكيش حاجة طبيعية انصحك انك تشوفي الفيديو اللي عندي في القناة هسيب لك اللينك ومن الحاجات المهمة برضو يا بنات ان احنا لازم نرتب يوميا اليدين والقدمين والكعبين اليدين لازم طبعا على القلب من مرتين لتلاتة انا دايما بعمل كده ببقى عندي الكريم بتاعي بس انا احلى حاجة فعلا انا جربتها اه كانت اه الفيزلين خلطة الفيزلين مع مرتب اه اي مرتب عندك او لوشن الاتنين بعملهم على بعض كده بكميات متساوية في علبة وبقسمهم في علبة في المطبخ عندي بعد ما بخلص اه الموعين بستعملها واقع البتانية موجودة جنب السرير اني بستعملها برضو عشان منساش حتة الترتيب بس افضل حاجة فعلا في الفترة الاخيرة اللي انا استعملتها هو اه الفيزلين اللي انا عاملاه عند اللي انا عاملاه في القناة الفيزلين ده انا عاملاه طبيعي اه في جوز هند في في زيوت حلوة اوي اوي اه انا لدرجة ان بنتي صغيرة بتمسك ايدي فبتقولي ماما انت ايديك نعمة اوي كده ازاي فانا فرحت بصراحة قلت يا ايه ده يعني فعلا موضوع الفيزلين الاخير اللي انا عاملاه عندكم اللي انا عاملاه في القناة ده فعلا قد ايه بينعم وبيرطب مخلي اليد ده حرير رغم ان انا بعمل حاجات كتير جدا في البيت زي زي اي ام وزوجة مصرية اصيلة يعني عامل كل حاجة عادي خالص جربوا يا بنات هيعجبكم انا هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اه بالنسبة للكعبين بقى يا بنات لازم برضو ما تنسيش قبل ما تنامي ترطبي وبرضو زي ما انا قلت قبل كده والله الفيزلين ده ممتاز ممتاز للترتيب اه يعني ما تقلقش منه خالص ده بيدخل في كتير او من تركبات الكريمات التجميل لو عندك تشققات هتقضي معلقة من الفيزلين ودي في عليها عصير الليمون وبعدين تلبسي اه كيس بلاستيك قبل ما تنامي وتحط وتلبسي عليه كمان شرب هيخلي رجلك نعمة جدا جدا والتشققات تخف تماما اه بالنسبة بس طبعا تكوني عاملة بقى ايه عاملة تأشير ومنظفها الجلد الميت ده خالص آآ تكوني قبلها يعني آآ بس كده يا بنات ده كانت وصفتنا النهاردة يا رب تكون آآ عجبتكم لو عملتوا الخطوات اللي انا قلت عليها النهاردة يا بنات ان شاء الله آآ هتلاقي آآ بشرتك من وورا ما فيش جفاف خالص ولا تشققات وهتقدر يتحافظ عليها مش بس في الشتاء لا ده هيبقى طول الوقت آآ آآ اتمنى تجربوا الوصفات بتاعتي وجولة في القناة يا بنات ولايك وشيل لو عجبكو الفيديو وان شاء الله نتقابل في وصفات جديدة تانية بشكركم وبي باي موسيقى اشتركوا في القناة